في الغالب النرجسي بيعتبر نفسه شخص قوي وواثق من نفسه ومحدش يقدر يغلبه أو يهزمه علشان كده بيميل انه يسيطر على اي شخص علشان ما يقدرش يقاوم افكاره ومخططاته اللي بيرتب لها لكن ايه اللي بيحصل لو النرجسي قابل شخص واثق من نفسه وعنده ثقة كبيرة بيها في الحلقة دي انا هقولك على 8 حاجات بتحصل لما النرجسي بيقابل خصم قوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم مع حلقة جديدة وفيديو جديد عن النرجسية قبل ما نبدأ حلقتنا لو حسيت انك استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكمان تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اول حاجة ان النرجسي هيبدأ يهاجم شخصيته نفسها ومش هيهاجم افكاره او اقتناعاته او افكاره بشكل مباشر بيبدأ النرجسي يهاجم الشخص نفسه زي مثلا انه يتهمه وانه مش من حقه يتدخل في الموضوع ده بسبب نوعه مثلا اذا كان رجل او ست او ممكن لان النرجسي لو لقى ان شخص صعب هزمته في نقاش طبيعي بسبب افكاره المرتبة ما بيستمرش في الدخول في نقاش معاه ويبدأ ينتقد نوعه مثلا او اي حاجة ينفع ينتقدها في شخصيته زي نوعية ملابسه او يبدأ يتكلم عن سمعته ويبدأ يشويها ويبدأ يحاول احراجه علشان يوقف تفوقه ده في بعض الاحيان بيوصل بالنرجسي انه يتهم الشخص القوي ده بانه غير امين او ان اخلاقه مشكوك فيها علشان يقلل من تفوقه عليه الحاجة التانية اللي النرجسي بيعملها هي انه بيقلل من قوة الخصم وانجازاته ونجاحه في اي حاجة بيعملها بيبدأ النرجسي يستخف بخصمه القوي ده علشان يحس بالتفوق عليه النرجسي بيقلل من اي حاجة بيحققها الخصم ده وبيقلل من مجهوده اللي بيبزله ولو في اي نجاح بيحققه الخصم ده ممكن النرجسي يتدعي ان الخصم ده كان محظوظ في الحاجة دي مش اكتر من كده ودي طبيعة في النرجسيين انه بيقلل من قيمة الاخرين علشان هو يحس بالقوة والتفوق عليهم النرجسي هيعمل اي حاجة تخلي الشخص القوي ده يحس بانه قليل او ملوش ايمة علشان يقلل من احترام الشخص القوي ده لنفسه النرجسي بيحاول يقنع الناس بأن الشخص القوي ده ما يستهلش النجاح اللي هو فيه النرجسي عايز يسيطر على كل المحيطين به علشان ما فيش حد ممكن يهدد تفوقه أو قوته وأهميته أما الحاجة الثالثة اللي النرجسي ممكن هيعملها إنه هيعمل المستحيل علشان يسيطر على الخصم بأي طريقة ممكنة المشكلة الحقيقية اللي بيقابلها النرجسي لما بيقابل شخص قوي يقدر يقف في مواجهته أو يرفض اللي النرجسي يعايزه منه وده هيعتبره النرجسي هجوم على تقديره لنفسه وممكن يبقى فيه رد فعل جديد جدا من النرجسي كمان النرجسي هيعتبر الخصم القوي ده إنه بيتحداه وده اللي النرجسي مبيقبلوش أبدا وحيدور النرجسي جوه نفسه على أي طريقة ممكن تنفع إنه يسيطر بيه على الخصم ده ولو النرجسي ملقاش هيبدأ يدخل في حاملات تشويه صريحة وأساليب تلاعب تانية علشان النرجسي يضمن إن هو اللي يكون فيه القمة ومفيش حد نفسه وده هيخليه عنده عدوانية وهو بيتعامل مع الناس دي النرجسي هيلجأ للكتب والتلاعب علشان يضمن إنه يطلع الخصم القوي ده كذاب بسبب شعور النرجسي الرهيب بالاستحقاق بيعتبر إن أي إنجاز بيقوم بي الخصم ده ملوش أي قيمة وإن أي عمل النرجسي يقوم بيه مهما كان بسيط هو أهم حاجة وأعلى قيمة من أي حد غيره الحاجة اللي بعد كده اللي النرجسي هيعملها إنه هيحاول يخلي الخصم يحس إنه قليل وضعيف النرجسي بيعتبر نفسه على طول الخط ناجح ومتفوق بشكل ملوش مسيل ولما بيقابل شخص قوي بيقف في طريقه وبيجدله وبينتقد معتقداته هيحاول يخلي الخصم ده يحس بإنه قليل الإيمة وإنه عاجز قدام النرجسي عن طريق إنه يقلل من رأيه ويهمش كلامه ويظهره على إنه ملوش إيمة النرجسي دايما قلقان على إحساسه بالاستحقاق محتاج على طول يحس بإنه أفضل من أي حد تاني علشان يحافظ على احترامه لنفسه وإمته قدام نفسه أحد أهم الأهداف الأساسية للنرجسي إنه يكون مركز الاهتمام وإنه يكون دايما تحت الأضواء علشان يقلل من شأن خصمه ويحقر من إمته علشان يخليه يحس بالدونية وبالضعف النرجسي بيعمل ده عن طريق الإساءة اللفظية وإنه يبدأ يقول حاجات قالها أو عملها الخصم ده بالكد وبيعمل كده النرجسي كمان علشان يظهر الخصم ده قدام الآخرين بقلة إيمة وإنه على قدر من الغباء علشان يقلل من ثقته بنفسه واحترامه لنفسه كمان النرجسي ممكن يدبر مواقف معينة تظهر الخصم ده بإنه سازج وغير قادر على التصرف بحكمة بحيث إن الناس تشوفه بشكل سيء الحاجة اللي بعد كده اللي بيعملها النرجسي في خصمه لو لقاه قوي إنه يبدأ ينشر شائعات سيئة عنه النرجسي بحكم إنه إنسان متلاعب بيحتاج بيحس طول الوقت إنه أفضل من أي حد وإنه أهم من أي حد وده بيخليه عامل الآخرين على إنه عبارة عن قطع شطرنج هو اللي بيحركها حسب رغبته النرجسي ما بيهتمش بالآخرين ولا بمشاعرهم لو قام بالإساءة ليهم علشان يحصل على اللي هو عايزه ولما النرجسي بيقابل شخص قوي بيحاول برضو يسيطر عليه ويتحكم فيه عن طريق الشائعات أو الإشاعات الكدابة اللي بيقولها عنه أو إنه يخترع إن شخص القوي ده عمل حاجات معينة مش كويسة النرجسي بيستخدم الطريقة دي لما يحب يظهر نفسه كضحية علشان محدش يشك في نواياه الحقيقية أما الحاجة اللي بعد كده إنه النرجسي هيشوف أي طريقة علشان يقلب الناس على الخصم القوي ده ودي من أشهر الحاجات اللي النرجسي بيعملها لما بيقابل خصم قوي ومش هيغلب أبدا إنه يلاقي طرق كتير علشان يعمل كده حتى عن طريق استخدام كلام الخصم نفسه ضده ودي حاجة النرجسي بيشتهر بيها لأنه من أكتر الشخصيات تلاعبا بالآخرين لأنه بيتعامل مع الآخرين كأنهم كتب مفتوحة قدامه وبيقدر يعرف إيه اللي ممكن يخلي الخصم يتفاعل مع كلامه بالطريقة اللي يستخدمها ضد الخصم ده كمان النرجسي مش هيبقى عنده أي مشكلة في إنه يجدب بخصوص أي حاجة عن الخصم ده علشان النرجسي ما بيقدرش يواجه الخصم القوي وجها لوجه علشان كده ما بيبقاش قدامه غير إنه يبدأ يخترع أكاذيب من أي نوع عن الخصم القوي ده حتى لو وصل به إنه يتهمه اتهامات أخلاقية ويشكك في سلوكه علشان يظهره شخص سيء قدام الناس وطبعا النرجسي ما بيهموش في الأساس إذا كانت الحاجات اللي بيقولها دي صحيحة ولا لا كل اللي يهمه إنه يلاقي فرصة تخليه يقدر يهزم الخصم القوي ده أما الحاجة اللي بعد كده إنه نرجسي ممكن يلجأ إلى إنه يهدد الخصم تهديد مباشر بالأذى الجسدي أو العاطفية هيلجأ النرجسي لتهديد الخصم بالأذى والإساءة الجسدية والعاطفية وده ممكن يكون عن طريق التهديد بإنه يكشف حاجة تحرجه أو حاجة تمثله إحراج قدام الناس ويبدأ يقول الحاجات دي لأصدقاء وأرايب الخصم أو أي حد من عائلته زي زوجته أو مثلا لو كان الخصم راجل أو لزوجها لو كانت الخصم القوي دي ست أو مدير العمل أو إنه يهدده بإنه ممكن يقضيف المحاكم مثلا لو الحاجة دي قانونية إذا ما حصلش النرجسي على اللي هو عايزه النرجسي بيعرف كويس إزاي يبعد أي شخص عن طريقه بأي طريقة لو حس إنه سيطرته وقوته بتتعرض للتحدي أو التشكيك فيها النرجسي في حالات معينة ممكن يهدد الخصم بتاعه إنه ممكن يأذي نفسه علشان يحمله مسئوليته سبب الضرر اللي هيحصل للنرجسي ده علشان كده من الأفضل إنك تتجنب النوع ده من المواجهات مع النرجسي الحاجة اللي بعد كده وهي إن النرجسي هيبدأ يخطط للانتقام من النرجسي القوي ده حتى علشان يدمر مصداقيته عند الناس أو في المجتمع اللي هو عايش فيه كمان النرجسي ممكن يلجأ لإنه يدمر سمعته في العمل بتاعه عن طريق الشائعات اللي بينشرها عنه النرجسي في العمل كل اللي يهمه إنه يحافظ على صورته تكون مثالية وإنه يكون دايما رأيه صح وإنه يكون كلامه مظبوط على طول علشان كده لو النرجسي يتعرض في وقت من الأوقات للتشكيك في وضع قوته أو خسر منقشة معينة مع أي شخص بيكون تقريبا فقد عقله وشخصيته اللي بيحارب طول الوقت على رسم صورة مثالية عنها وبيتصرف إنه النرجسي بشكل غريزي في الوقت ده علشان يرد التهديد اللي بيحصل ده ويحاول يهزمه بأي شكل من الأشكال لما النرجسي بيواجه شخص أو حد قوي بيتحول لشخص عدواني بدرجة كبيرة جدا وبيحاول بكل قوته إنه يهزم الخصم القوي ده أو إنه يتراجع عن المحاولات دي لو فشلت ويبدأ يدور على خصم أسهل يقدر يسيطر عليه ويتغلب عليه وفي الحالتين النرجسي بيكون دايما حاسس برغبة رهيبة جدا في إنه ينتقم من الخصم ده في أي وقت يسمح له بكده أتمنى أن الحلقة دي تكونوا استفدتم بيها وإن شاء الله نتقابل الحلقة الجاية مع موضوع جديد عن النرجسية شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته